احنا برضو في منطقة المورفولوجيكال المورفولوجيكال اللي هي الشكل بتاع الأربيسيز واضح ان الشكل بتاع الأربيسيز في الشريحة دي طبيعي نورمل على هذا الاساس بنلاحظ ان الامي سيطلع في المعدل الطبيعي من 27 إلى 30 بيكو جرام والخلاة دي بنقدر نور عليها نورمو كروميك ريت بلوتسيز واضح جدا في الصورة لو اخدنا اي خلية من الخلايا اللي قدامنا وراكزنا عليها نلاقي زي ما شايفين كده يعني لا يعديش اكتر من طلت عجم الخلايا العكس بقى في الصورة دي واضح جدا ان السنتر البالور كبير عن الطلت اكبر من الطلت وفي الحالة دي بنور على خلايا هايبو كروميك يعني معناها الليمجلوبين فيها قليل واضح جدا الليمجلوبين تلاحظ ان هو كمية الليمجلوبين اللي انا علمت عليه كده شوف شوف قد ايه الليمجلوبين هنا ولايه الاول هايبو كروميك لامي سي اتش اقل من 27 بيجو جرام طيب العكس بقى هنا واضح ان ما فيه سنتر البالور خالص سواء الصورة اللي عليها السهم او اللي انا علمت عليها ومعانا كده ان الليمجلوبين زايت والامي سي اتش اكتر من 30 بيجو جرام اشتركوا في القناة